مرحبا مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية وأبونا الكبير جدنا جللة الملك سلمان طال عمره والله يحفظه واسموه الأمير محمد بن سلمان مبارك عليكم الشهر ورمضان مبارك والله يطول عمركن ويحميكن ويخليكن فوق راس لبنان جدنا الكبير جللة الملك سلمان واسموه الأمير محمد بن سلمان طال عمركن لو سمحتوا ما بقى تبعتوا مساعدات ولا مواد غذائية ولا مصاري ولا أي فلوس على لبنان خصوصا لهو اللي بنسموه حالهم السنة لأنه نحن السنة بلبنان نضطهد المساعدات اللي عم تبعتها المملكة العربية السعودية نحن السنة ما عم بنوبنا منا شيء هديك السنة برمضان بعضت المساعدات لهيدا اللي اسمه نبيل بدر أخذ المساعدات را عطاهم لحزب الله أي نعم هيدا نبيل بدر رئيس نايد الأنصاري اللي هو مرشح على الانتخابات وإن شاء الله خاسر خاسر لأنه بيروت كلها قالت كلمت لك أنت أصلا يا نبيل بدر ما عملت شيء لبيروت ولا لقاه هي لبيروت بعد لحد هلأ طريق جديد على العتمة أنتوا ما عملتوا شيء لبيروت إلا أنكم سرقتوا المملكة العربية السعودية هيدا نبيل بدر بيعطي له أنه فيه واحد كمان مريض سرطان اسمه سامي صاد قال له خلي ينزل على المكتب ويقدم طلب أما راح قدم طلب أما راح ورفضوا له والمريض هيدا هون مريض كان بحاجة إلى 1200 دولار بمستشفى جبل لبنان فرفض نبيل بدر يساعده عن أي مساعدات عم تحكي وين المساعدات اللي بعطتها المملكة العربية السعودية نحن السنة نضطهد بهذا البلد مش واحد منهم بس نبيل بدر رئيس نادي الأنصار لك كرهتونا يا للفريق وفيه مصطفى علوش وعسماين علام الدين يلي حرق بيوت الناس وتعرض لرجل عاجز رجل مسن ضرب لهم بيون لأنه بنته راحت خطيفة مع الخدام طبع وقال لك ع بنتك عسماين علام الدين روح ضب بنتك انت مقال لك على العالم ومصطفى علوش اللي صار بدي يعمل زعيم على السنة ونهاد المشنوق يلي عزب شعيب السنة بالمعتقلات لأرضاء حزب الممانع أو فواد السنيورة الحرامي الكبير كلكم سرقتوه اللي بيت الحريري تتذكرنا يا بيل بدر لما أكلت قتلى عنا بضيعتنا برجة من أنصاره للشيخ أحمد رفيه الحريري أنا وقتا علقت مع بيت الحريري كلمالك فكرتك إنسان بتفهم فكرتك بتساعد انت ما بتساعد هذا روح 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 نظف مكتبك يلي مليان الزبالة بعدين خلي النسوان اللي عندك يتستروا جوها بالمكتب شو فاتح انت مكتب ولا فاتح كباري حياتي نادي ليلي المملكة العربية السعودية عليها ما بقى تبعت مساعدات جدنا الكبير جلالة الملك سلمان هيدول بياخدوا المساعدات بيبعطوها اللي عند حزب الله اه نعم نبيل بدر انت كل العالم صارت تعرفك انك انت رجل حزب الله الاول من تحت الطاولة اجتمعاتك مع حزب الله هادي سرنا نعرفها بعدين لك بديلك شغل نبيل بدر سموه الامير محمد بن سلمان ما بينشتعم انشتعم قدامك الامير محمد بن سلمان وانت سكتت انا لو كنت كندعست عراسه سموه الامير محمد بن سلمان كان المفروض انك تروح الدافع عنه لح مكتافك من خير المملكة العربية السعودية المساعدات اللي بعتدت القنيون السعودية هيديك السنة ما واحد منهم شاف حبة ملح للسنة كلهم صاروا جوا عن حزب الممانعة بلا ما نعود نحكي الله يطول عمرك جدنا الكبير ابونا جلالة الملك سلمان الله يحفظك يا جدي سلمان ويخليك فوق رأسنا شيل هيدون العالم خلصنا بقى من هول الناس بما نسمو حالهم قادة السنة ولا جاينا هيدا كمان الحقير الثاني عمر حرفوش مبارح بطرابلوس كانوا عم بيحطوا فوق كلمة الله استغفر للعظيم كانوا وفيتين حدا من حزب الممانعة كمان عم بيشوه اسم الله بيساحة طرابلوس عمر حرفوش واقف عم بيتفرج ايا سنة عن ايا سنة عم تحكوا نبيل بدر انت ما فييلك ساقة عند السنة ولا ساقة لقى لك من اهالي بيروت انت واحد كذاب ما بتساعت حدا انت واحد جعان منك شبعان بيبات اهلك انت اصلا سرقت السنة وسرقت السعودية انت واحد كذاب واحد واطي على المملكة العربية السعودية تشيل تشيل ايدا من هيدول الناس لانك انت ما بتستاهلوا اصلا محبة المملكة العربية السعودية اللهم ما اني بلغت الى اللقاء من موقع الاميرة نيوز بحلقات جديدة معي انا سمارة الحريرة احترامي جدنا جلالة الملك سلمان وسمو الامير محمد بن سلمان ورمضان مبارك انعاد عليكم